السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد نلتقي على رحاب كتاب الله عز وجل نتدبر الآيات ونتأمل في التوجيهات الالهية الموجهة الى كل الخلق ما زلنا مع القرآن العظيم حسب التنزيل بالظروف والملابسات والاحداث العامة وصلنا الى سورة ياسين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وسبق ان تحدثنا في المقطع الاول عن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وما كان يعاني منه من مضايقات من طرف كفار القريش وصد ورد وتكذيب ثم في المقطع التاني تحدثنا عن واقعة تاريخية وهي اهل انطقية التي قال فيها ربنا عز وجل واضرب لهم متن اصحاب القرية ات جاءها المرسلون قرية انطقية بالشام بين تركيا وسوريا وقعت في اهد سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كل هذه الاحداث لكي يغرس ربنا سبحانه وتعالى في المخاطبين بالقرآن العظيم يغرس فيهم نور الايمان ويغرس فيهم صدق التدين وان القرآن كلام الله حقا بعت به النبي الكريم محمد بن عبد الله وان البعت والنشور حق وان بعد الموت هناك حساب وهناك جزاء وان في الحياة الدنيا لابد ان يعمل الانسان وفق مراد الله ووفق شريعته الغراء ونواصل التأمل والتدبر في سورة ياسين وقد وصلنا ايها الاحباب الكرام الى الاية تلاتون وصلنا الى الاية تلاتين من قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يتيهم الرسول الا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الارضة الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عمدته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ان حملنا درياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ومتاعا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم هذه الآيات البينات المقطع الثالث من سورة يسين تحمل تذكيرا من الله سبحانه وتعالى للآيات البارزة في الكون ربنا في بدي الأمر تحدث عن قيمة القرآن فقال يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين كان يتحدث عن أن القرآن كلام الله وأن سيدنا محمد مجرد مبلغ عن الله لكنهم لم يصدقوا سينتقل ربنا عز وجل إلى مستوى آخر للإقناع الله تعالى له كتابا كتاب مقروء وكتاب منظور الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم هذا كتاب بين أيدينا الآن نقرأه منا من يصدق به وربما هناك من يكذب لكن هناك كتاب آخر لا يستطيع أحد أن يكذبه هذا الكتاب الثاني ما هو؟ هو الكون من حولنا الكون كله كتاب منظور وفيه آيات على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى جلال الله لذا المقطع ممكن أن نسميه آيات وتسبيحات لأن في هذا المقطع سيأمر الله عز وجل بأن نكتر من التسبيح تسبيحات كثيرة ذكرت في هذا المقطع وتذكير للآيات الدل على وجود الله سواء في الأرض سيتكلم ربنا عز وجل عن الأرض والتربة والزرع ثم ينتقل إلى الأفلاك والنجوم والكواكب والشموس ثم ينتقل إلى عالم البحار وإلى الأمواج وإلى السفن كل هذا في هذا المقطع المختصر تعالوا أيها الأحباب الكرام نتأمل في كلام الله جل على في البدء ماذا قال؟ قال يا حسرة على العباد هل الله تعالى يتحسر؟ هاشا وكلا الله غني عن العالمين ولكن يقول العباد تحسروا على حالكم يا حسرة ما يتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الله تعالى بعث مئة وخمسة وعشرين ألف نبي عدد الأنبياء عدد كبير مئة وخمسين وعشرين ألف نبي بعثهم للبشر كان آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الأنبياء معظمهم كذبوا ومعظمهم استهزئ بهم بل هناك أقوام كانوا يقتلون أنبياءهم كلما جاءكم رسول بما لا تشتهي أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ربنا يقول يا حسر على العباد أنا حرست على أن أكرمهم جئت لهم بالأنبياء والمرسلين واخترتهم الله اختار أجمل وأنبل الخلق الأنبياء ليسوا مجرد بشر عاديين حينما خلق الله البشر وهم بملايير الملايير الملايير لا يعلموا قدرهم إلا الله نحن في زمننا تمانية مليارات لكن منذ عهد آدم إلى قيام الساعة ربما هناك ملايير 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 الله نظر في قلوب العباد فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب الأنبياء فاختارهم إليه ثم نظر في قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب أولي العزم من الرسل وهم خمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ثم نظر في قلوب أولي العزم من الرسل فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالأنبياء ليسوا بشر عاديين بل هم المصطفين الأخيار يمتازون بالعقل الراجح وبالأمانة وبالصدق وبالاستقامة وبالنزامة وبالمسؤولية والصبر والاحتساب ثم إن الله تعالى أرسل مع الأنبياء كتب عدد الكتب السماوية 103 كتاب وإن دترى معظمها لم يبقى منها صادقا إلى القرآن والمتدول بين الناس التوراة والإنجيل فربنا فتح الأبواب للخلق ولكن قال يا حسرة على العباد ما يتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون يسخرون منهم ويقولون كذبون كما سيدنا محمد في هذه اللحظة تتدزل على هذه الآيات كان يشعر بالحرج ويدق صدره قالوا عنه كذاب ساحر مجنون كاهن طالب للدنيا طالب للزعامة طالب للقيادة وسيدنا النبي لا يطلب أي شيء هو مجرد مبلغ الأنبياء من صفاتهم أنهم لا يطلبون الدنيا ولا يحتاجون لأي شيء هم مبلغين فقط وهكذا الأولياء الصالحين والعلماء العاملون والدعاة المخلصون كلهم يكونون دورهم هو التبليغ فقط لا يطلبون الدنيا ولا الحضوى ولا أي شيء إلى أن قال أولم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ربنا يقول تأملوا هؤلاء المخلوقات الذين مروا في التاريخ أين هم زعماء وكبراء وفراعنة ومنهم من ادعى الألوهية أين هم هؤلاء الزعماء والكبراء انظروا إلى فرعون وإلى قوم تمود وقوم هود وعاد وإرم وشديس التي لم يخلق مثلها في البلاد والعمالقة ما يسمون بالعمالقة هم الذين قاموا بميناء الأهرامات كانوا طوال القامة عريضي المنكبين كان الرجل فيه سبعين متر في الطول أين كل هؤلاء الخلق لقد ذهبوا إلى غير رجعة وننظر فقط في تاريخنا الحديث والمعاصر كم من زعماء قادوا العالم أين هو هتلر أدولف هتلر أين هو سطلين أين هو موسيلي أين هو عدد من الزعماء الذين كانوا على منهج الدكتاتورية والحكم القوي أين ذهبوا الكل تحت الأرض وكأن لا أحد منهم ينطق ونحن سوف نلحق بهم أولم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وأن وإن كل لما جميع لدينا محضرون تأكيد من الله تعالى أن يوم القيامة سيحضر الجميع سينادي نداء واحد نداء واحد على كل الخلق كل شيء كل شيء سيكون حاضر فإذا هم لدينا محضرون الكل حاضر لا يغيب الكل كأن في فصل فصل دراسي لما يقول المعلم أو المعلمة ينادي عن اسم من الأسماء ما يسمى بلابال هكذا يوم القيامة الله ينادي الكل يحضر وإن كل لما جميع الذين محضرون فينتقل ربنا عز وجل يخاطب المشركين ويخاطب المشككين ويخاطب الملحدين ويخاطب اللذينيين وكأن الله تعالى يقول يا قوم إذا كنتم لا تؤمنون بالقرآن وبما جاء به محمد العدنان فانظروا إلى الآيات الدل على وجود الله اتركوا عنكم القرآن أنتم لا تؤمنوا به اتركوه جانبا خلوا عنكم القرآن لكن انظروا إلى الكون الدل على وجود الله فيه آيات بينات مثل آيات القرآن فبدأ ربنا عز وجل سيتحدث في الأول عن الكوكب الأرضي ثم يتحدث عن السماء والأفلك ثم يتحدث عن البحار ماذا قال عن الأرض قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى يلفت الانتباع للكوكب الأرض أمنا الأرض لما ذهب الإنسان إلى القمر وذهب إلى المريخ ماذا وجد؟ وجد مجرد كوكب فيه وديان وجبال ومرتفعة منخفضات لكنه غير قابل للحياة ما في حياة القمر يبدو لنا منير لكن ما في حياة والكواكب الأخرى بعيدة ولا تبدو فيها حياة والشمس محرقة لكن الكوكب الأرضي أمنا الأرض ربنا لما خلقها واعتنى بها وجعل فيها الخيرات جعل فيها البحار والأنهار وشق فيها الأودية ثم جعل فيها التربة الصالحة وأنبث فيها الزروع والكروم الأشجار ثم خلق الله سبحانه وتعالى الأسماك ومختلف الأنعام والحيوانات والطيور وخلق كل شيء ثم خلق الإنسان كل هذا مسخر للإنسان كل ما في الأرض مسخر لنا ربك قلنا كنوا واشربوا ولا تسرفوا كل لكم وآية لم الأرض الميتة أحييناها الأرض ميتة هذا الخطاب فيه إحاء لمن ينكرون البعث والنشور البعض يقولون كيف نموت ونحيا حينما نموت نصير التراب كيف نحيا من جديد ربنا يقول الأرض الميتة الله يحييها كتكون قاحلة فلما يأتي فيها البذور ثم تأتي الأمطار ثم تشرق الشمس يقع هناك الخصب والنماء وتظهر الأشجار وتظهر الزرور والكروم وآية لم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه ياكلون شوف الخير دي الله تعالى الإنسان يقوم بمجهود بسيط ولكن من يأتي بالمطر ومن يأتي بالشمس والحرارة المناسبة ومن يأتي بكل المناخ وغير ذلك حتى يقع الزرعا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون الله جعل في الأرض خيرات كثيرة النخل العنب ثم عيون في كل مكان الماء يصل للجميع لماذا؟ لياكلوا من ثمره وما عملتوا أيديهم لياكلوا من ثمره بمعنى نأكل مما أعطان الله لما قال وما عملتوا أيديهم هناك بعد المقرئين قالوا وما للنفي وما عملتوا أيديهم ليست أيديهم التي فعلت هذا هل الفلاح يقول هو الذي خلق التربة والماء والشمس هو الذي خلق الزرور والكروم والنخيل والأعنب والأشجار لا وما عملتوا أيديهم نفي ومن من قال مجهود قام به الفلاح وربنا يعطينا هذا الطعام وهذه الخيرات إلى أن يقول لياكلوا من ثمره وما عملتوا أيديهم أثلا يشكرون نحن مطالبين بالشكر يكفي العبد المؤمن إذا وضع بين يديه طعام أنه يقول في أوله باسم الله وحينما ينتبه الطعام يقول الحمد لله إذا قلت هذه الكلمتين لقد أجزلت الشكر لله سهل عند أول الطعام دائما قبل أن أمد يدي أقول باسم الله بمعنى أن هذا الخيرات لم تصل إلي إلا بعد أن ربنا يسر وحينما أنتهي من الطعام أقول الحمد لله فقد أجزلت الشكر للمولى عز وجل إلى أن قال ليأكلوا من تمر وما تأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان دعوة إلى التسبيح هذه التسبيحة جاءت في محلها بمعنى أن الصالحين وأهل الله فضلا عن الحمد والشكر تجدهم دائما يسبحون الله على ما أعطاهم أعطاهم الله نعيم وخيرات ودائما يسبح الأغنياء أو كانوا فقراء ليس هناك فرق بينهم كل ملك لله وعطاء لله فإنه بعد الحمد والشكر تجد كثير التسبيح هذه دعوة للتسبيح أن نقول سبحان الذي خلق الأزواج ربنا يتحدث عن نفسه العلي بالتسبيح سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تسبيح لله للألوهية والفردانية والوحدانية الله تعالى وحده الواحد الأحد وكل ما عدى الله زوجين اثنين كل ما عدى الله زوجين اثنين في كل شيء الذي خلق الأزواج كلها انظر إلى الكون من حولك تجده مركب من ذكر وأنت من موجب وسالب عالم الأشجار عالم البحار عالم الأسماك عالم الطيور عالم حتى الجن الجن في الخبط والخبائت فيها حتى الملائكة في كل ما خلق الله تعالى خلق من زوجين اثنين الواحد الأحد الفرد الصمد هو الله سبحانه وتعالى فجمع النباتات خلق الدكر وأنت وجعل الرياح لا واقح تلقح الدكر مع الأنت فيقع النبات ومن أنفسهم حتى نحن نحن من البشر خلقنا من ذكر وأنت الوجود الكثير هذا ثمينة المليار لعدنا الآن هي من مكونة هي من ذكر وأنت الوجود كله منذ أن خلق مكون من ذكر وأنت من آدم وحوى واحد زائد واحد يساوي اللانهائي لا فيني واحد زائد واحد خلق كثير ثم قال تعالى سبحانه لخلق الأزواج مما سبحانه لخلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هناك عوالم خفية الناس يظنون أصحاب التحليل المادي يظنون بأن الوجود هو ما نراه بالعين المجردة أو نسمعه بالأدن أو نحسه باللمس أو نشمه بالرائحة أو نسمعه ب هذا كله يخدعون الحواس الخمس ولكن هذا تفسير ضيق جدا هناك عوالم خفية لا يعلمها إلا الله عوالم غريبة قد يدركها بعض الصالحين بعض المؤمنين اتقوا في رسة المؤمن فإنه يرى بنور الله هناك أشياء غريبة لا يعلمها كثير من الناس لذا قال تعالى ومما لا يعلمون ثم سينطلق المولى عز وجل من الكوكب الأرضي إلى أعلى السماء ويقول عندكم آيات كثيرة تدل على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى إبداع الله فإذا لم تقتنعوا بالأرض وما فيها من زروع وقروم وأنهار وأشجار انظروا إلى السماء ماذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق للنهار وكل في فلك يسبحون سبحانك يا جليل سبحانك يا عظيم كل من يقرأ سورة ياسين ويصل إلى هذه المقاطع عليه أن يتوقف قليلا ويبدأ بالتسبيح يتأول القرآن هكذا كان يفعل النبي الكريم يتأول القرآن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الله ربنا يعطينا دليل آخر على وجوده وعلى عظمته وعلى إبداعه وعلى إتقانه ماذا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار الليل والنهار يتعاقبان علينا وكأن ربنا استعمل كلمة السلخ السلخ يكون مثل الشات الشات لما نسلخ جلدها عن لحمها هكذا واقع الليل والنهار فالليل ينسلخ منه النهار والنهار ينسلخ منه الليل وهكذا منذ أن خلق الله الوجود إلى قيام الساعة هذا الدليل هذا النظام المبدع والمتكامل هل يمكن للليل أن يقول لا أنا أرفض أن أنسلخ من طرف النهار أو يقول النهار لا أنا أرفض أن أنسلخ من الليل لا يمكن لأن المخلوقات تنفد أمر الله لكن البشر ممكن أن يقول أنا لا أصلي أنا لا أصوم أنا لا أؤمن بالبعت والنشور أنا لا أعتبر بأن الزكاة فارضة إسلامية وإنما الضريبة أعطيها للدولة تكفي ممكن أن يؤول البشر لكن المخلوقات الكونية منذ أن خلق الله تعالى لا تجادل ولا تناقش وإنما تنفد أمر الله وآية لهم آية عظيمة واضحة على جلال الله الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون تقول نهار ندب الآن في الليل كان عندنا النهار واضح الشمس والضياء والنور ثم رويدا رويدا جاء العصر واسفرت الشمس ثم رويدا رويدا جاء علامات الغروب ثم غربت الشمس ثم جاء الليل نحن الآن في الليل نحن الآن مظلمون ولكن في الصباح سوف يذهب الليل وتشرق الشمس فإذا نحن مبسرون دائما أبدا نظام وبساعات دقيقة ممكن أن تحقق الساعة ديالك عن دوران الشمس والقمر فهذا دليل على أن المبدع الذي خلق هذه الموقيت وهذه المنازل وهذه الأهلة خلقها سبحانه دليل على أنه مبدع وقادر وعظيم إلى أن قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما شاء الله تقدير العزيز العليم الشمس ربنا يقول انظروا إلى الشمس هذا الكوكب الناري أكبر من الكوكب الأرضي بملايين ملايين 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 مرات الكوكب الأرضي كبير ولكن الشمس أكبر من الكوكب الأرضي بملايين ملايين ملايين مرات ثم بقية لو وضعنا الشمس وبجمع الكوكب الأرض ده شيء يبالينا بحل وضعنا حمصة حمصة امام ماذا اقول وحد وحد العاجلة كبيرة دي التركتور كبيرة او اكبر من ذلك اكبر من ذلك لان الشمس كبيرة جدا هي كوكب الناري وحولها الكواكب المريخ وزحل وعطارد والزهرة والمشتري وغير من الكواكب وكل وصغير جدا هذه الشمس تجري هل الشمس تجري الهي ام هي هي مركز الكون لقد كان الاعتقاد عند الناس في العالم بان الشمس تدور وان الارض هي مركز الكون هذا اعتقاد كان يسود في العالم وخصوصا عند المسيحيين في اوروبا الى حدود ما يسمى بعصر الانوار لما ظهر فيلسوف ايطالي كوبرنيك يسمى كوبرنيك نيوكوس هذا الرجل كان متخصص في علم البصريات وعلم الافلاك واستطاع انه يصحح معلومة كانت عند المسيحيين اذا وجدنا بان المسيحية عندها مشكل مع العلمانية العلمانية سببها هذه الاية ان الناس في اوروبا وخصوصا في ايطاليا في الفاتيكا كانوا يعتقدون بان الشمس تدور والارض هي مركز الكون وكان عندهم كتب مقدسة مسطرة على ذلك هذا شيء ثابت ومن انكر هذا يكون قد انكر امرا من الدين بالضرورة في الانجيل الى ان ظهر رجل يسمى كوبرنيك وكان معروبان لكنه كان يشتغل في عالم الفلك والنجوم وصنع الميكروسكوب وهي دقيقة للغاية واكتشف عالم غريب اكتشف بان الشمس تدور بل اكتشف بان الارض اكتشف الاول ان الارض هي التي تدور وان الشمس تبتة هكذا اكتشف كوبرنيك ان الشمس مركز الكون والارض حوله تدور فلما بشر بهذه النظرية حكموا عليه بالهرطقة وانجتمع الفيزيائيون والفلكيون يتضامنون معه وصار هناك صراع ما بين الدين والعلم الصراع بين الدين والعلم لم يكن في العالم الاسلامي قط وانما كان في العالم المسيحي في اوروبا فانجتمع الرهبان والقساوسة وقالوا ان الكتاب المقدس الانجيل ينص على ان الارض مركز الكون وان الشمس تدور حول الارض لكن كوبرنيك يقول انا اؤمن بالمسيحية وانا اؤمن بسير المسيح لكن العلم والعقل والمنطق يقول عكس ذلك يقول بان الارض هي التي تدور وان الشمس تابتة في محلها فقالوا لقد اصبت بالهرطقة وحكموا عليه بالكفر فحكم عليه بالموت شنقا ما يسمى بالموت من غير اراقة دم مات كوبرنيكوس وشنقا والفيزيائيون ينظرون ومن ثم تكون هناك حقد على الكنيسة وصار هناك صراع بين الايمان وما بين العلم العلم ضد الدين ليس في العالم الاسلامي بل في العالم الغربي وبقي هكذا الى ان جاء تنميده النجيب يسمى غاليليوس غاليليو هذا ايضا درس اكتر واقتنع بهذه الادلة وجاء بنظرية كبيرة رغم انه كان راهب وكان متقل للعبادة ولكن قال انا اؤمن بالدين لكن العلم يقول غير ذلك فالقي عليه القبض ايضا وحكم عليه بسبعة عشر سنة سهنا مع تلاوة ايات الندم كان يقرأ ايات الندم تسمى ايات الاستغفار عند المسيحيين كل من خلف المقرارات الدينية يحكم عليه بتلاوة ايات الندم ما نسمي نحن الاستغفار وبقي غاليليو لما وكوبرنيك لما ارادوا ان يعدموه في المشنقة يقول اعترف نسامح لك يقول ومع ذلك فانها تدور ومع ذلك فانها تدور واستمرد الاعتقاد الى ان جاء انشتاين فيلسوف كبير وعالم فيزيائي وعالم في الاحياء واكتشف نظرية جديدة ما يسمى بالنظرية النسبية وقال لهم لا الشمس ليست يتابعة والارض تدور حتى الشمس تدور الارض تدور فعلا دوران كبير حول نفسها وحول الشمس والقمر يدور حول الارض ولكن حتى الشمس ليست هي مركز الكون مستقرة وانما هي ايضا ايضا لها حركة ولها دوران فقالوا هذا فكر تقدمك شديد القرآن العظيم ينص على ذلك منذ زمان فقال والشمس تجري السمس ليست مستقرة انها تجري الى اين لمستقر لها بعض العلماء قال لك ذلك اللام لمستقر بحال اللاكس بحال المحور تجري نحو محور محدد وقال بعض العلماء معنى لمستقر لها بمعنى انه عند شحنة وذلك الشحنة سوف تنتهي يوما ما وتتوقف عن الحركة والجري والدوران بحال المغطاب عنده الشارج وكي وقال الدي شارج هكذا الشمس لمستقر لها هي تجري جرايا لولبي الى ما لا نهاية ولكن سيأتي يوم ينتهي وقودها وتتوقف الشمس هذا معنى قوله تعالى لمستقر لها وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة قال لي يا رسل الله اين تذهب الشمس قال ان تذهب عند عرش الرحمن فيؤدن لها فتسجد بين عرش الرحمن ثم تعود كل يوم لما تدور الشمس هي تذهب الى عرش الرحمن فتستأدن فيؤدن لها فتسجد لله ما شاء الله ان تسجد حتى يأتي يوم فلن يؤدن لها ولن تسجد فتقول يا رب ماذا افعل يقولها انذاك اشرقي من مغربك فتشرق الشمس من مغربها وحينذاك يتوقف الكون والوجود ويعلامة قيام الساعة الان علماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الفلك يعتقدون بان قيام الساعة بالعلم سيكون لماذا؟ لان ذي الكواكب عندها شحنة وهذه الشحنة سوف يأتي يوم تنقضي وتتوقف عن الحركة والسكون ثم ثم لقوا بان كل كوكب عنده كل مجرة عندها مدار وهذاك المدار تدور حوله بدقة لكنه ينحرف قليلا وسيأتي يوم ذلك الانحراف يزداد 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 فهو ما يسمى عند علماء الفيزياء بنظرية استضام الكواكب تصطدم الشمس مع القمر مع المريخ مع غيرها وهذا ما يسمى في قوله تعالى إذا الشمس كورت سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا البحار سيقع هناك ما يسمى بنظرية الانفجار الأكبر مع العلم أن المجموعة الشمسية هي أصغر مجموعة وإلا هناك كوكب التبانة فيه الآلاف أكبر من المجموعة الشمسية إذا جمعنا المجموعة الشمسية لفيها جمع بعض الشعراق زحل شرى من ريخه من شمسه فتظاهرت لعطارد الأقمر الشمس والقمر وزحل والزهرة وعطارد كل هذه الكواكب تسمى مجموعة الشمسية هناك كوكب التبانة يحمل الآلاف من المجموعة الشمسية ثم هناك ما هو أكثر من هذا الكوكب التبانة بلا عد ولا حصر بمعنى أن احتقل مع العلماء الكون ما عنده حدود في اللانهائي اللانهائي وهل العلم يؤمن بالله نهائي يقول لك ممكنش العلم يقول هناك بداية ونهاية هذا كله ربنا عز وجل يقول والسماوات مطوية بيمينه يوم نطوي السماء كطي يسجل الكتاب كله يطويه صفحة واحدة فقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم مقدر بدقة شوفناك نحق الساعة نحق المجانة على دوران الشمس بمعنى إذا شفنا ساعة جيدة لا تخطئ ولو مقدار جزء من دقيقة من تانية هنقول هذه ساعة دقيقة جدا وأكيد أن الذي اخترعها صانع ماهر جدا فما ظنك بالكون بهذه الدوران الدقيق دليل لأنه صناعه هو إله ماهر ومبدع للغاية ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ربنا يلفت النظر للقمر هذا القمر لهو كوكب مظلم لكنه يستمد ناره من الشمس وسماه القرآن قدرناه منازل القمر عنده منازل يبدأ هلال صغير ثم يبدأ في الكبر في الكبر هل مولود لما يصل لأيام البيض 13 14 15 من كل شهر يكتمل بدرا يكون منور دائري ثم يبدأ في التناقص تناقص التناقص حتى يسير لا شيء ففي آخره ومعنى قوله تعالى عادك العرجون القديم ما معنى العرجون القديم هو ذك العرق دي النخلة دي التمر منلي كيهرم وكيشرف كيعود كيعود صغير وارو ضيق هكذا الهلال كيبدأ أول مرة الهلال أول شهر كيبدأ مشرق كيبدأ بحس جنين مقبل عن الحياة فرحان يالله بدأ الشهر نهر لول التاني التالت وغادي فرحان بحط طفل الصغير المراهق إلى أن يصل الشباب في الأيام البيض 13-15-15 كيعود كامل هل الإنسان منلي كيكبر كيبدأ يضعف ويميل إلى الكبر إلى الشيخ وكيبقى غادي ناقص ناقص نقصا حتى كيوصل في آخر عهده القمر فكيعود كالعرجون القديم إلى أن قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يقول وش ممكن يقع شي مرة القمر يسبق الشمس أو يسبق الأرض أو الليل يسبق النهار هل يمكن لا يمكن نظام كوني مبدع نظام هائل الله تعالى وضع قوانيم هل سع فيخدم وكل في فلك يسبحون هذا يوافق النظري الإنشتاين إنشتاين في النسب ماذا قال قال بأن لسا هناك كوكب محوري الكل يسبح الشمس تسبح والأرض تسبح والقمر يسبح وبقية الكواكب كلها تسبح وعندها سباحة كأن في نهر وشكل لولبي لولبي غريب جدا دون أن تصطدم بعضها فيما بعض ولو وقع فقط هناك أي دنب من الدنوب وقع في استضامك وقع انفجار ربنا قال وكل في فلك يسبحون ثم قال عز وجل بعد هذا بعد أن انتهى من هذه السباحة في السماء سينتقل إلى السباحة في البحر ويقول وآية لهم أن حملنا دريتهم في الفلك المشحون سينتقل من عالم السماوات إلى عالم البحار وكما يقول يا ناس إذا لم تؤمنوا بالأرض والزراع والفلاح والتمار والنخيل فآمنوا بالشمس والقمر والنجوم والكواكب وإذا لم تؤمنوا بكل هذا فعلى الأقل انظروا إلى البحار وإلى المحيطات وإلى السفن بداخلها أيضا تسبح كما تسبح الأفلاك والنجوم وآية لهم أن حملنا دريتهم في الفلك المشحون من هو الفلك المشحون قيل هو سفينة نوح عليه السلام لأن البشرية ستفنى ربنا سوف يسلط عليها الغرق في عهد سيدنا نوح عليه السلام والبشرية كلها فنيت إلا من كان مع سيدنا نوح وعدد الراكبين معه حوالي ثلاثة وتماني نفر فقط البشرية في عهده كان فيها فساد وكان فيها ظلم وصلت الله عليهم عدابا أليما لما كل من ركع كان تحذير 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 كان تحذير الأخير وهو أنه جعل الأرض عيونا والسماء أبوابا وجاء الماء الماء المنهمر من كل مكان ووقع الغرق غرقت البشرية وفني كل من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح ثلاثة وتماني نفر وكان معه الحيوانات من كل زوجين اثنين من البغال والحمير والدجاج والكلاب والقطة كل ما نراه الآن والطاووس وطيور وكلها كانت مع سيدنا نوح في السفينة وآية لهم أننا حملنا درياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي مثل سفينة نوح خلق الله سفن أخرى ففي البحار هناك سفن وفي الصحراء هناك سفن الصحراء ويا الجمال خلق الله تعالى تمشي في الصحراء الطويلة كأنها بحار وأمواج ولا تشعر بالعطش لا تشعر بالتعب لا تشعر بالحمة ودنعمة من عند الله فهناك خير عظيم ورزق وفير وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلى أن قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين هذه الآياء اللي كيف يفهم المعنى ديالها هما البحار البحار اللي يركبوا في السفن البحار اللي مشوا الأعماق البحار وقشفوا الأمواج الموت لطمة من كل جانب وملكيه البحر كيعرفوا بأن رغل رحمة الله تعالى إلي حاضيهم وإلا فإنه خطر مدلهم الموت محقق والغرق محقق لو لا رحمة الله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وخير إرفع صوته بالصراخ لن يسمع لأن البحر كبير وعريض وخير طلب الإنقاذ من أي جت إنقاذ للبقايا المدنية ما يوصلوا له لو شاء ربك لكن الله تعالى رحيم ورحمن وغفور وكان يسهل إلى أن قال إلا رحمة منا ومتاع إلى حين إلا كان البعض ربما قد كان يؤذي ويتعنت فإن الله تعالى جعل له رحمة إلى حين سيأتي حين من الظهر ويتوقف كل شيء إلى أن قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون طبعا سوف يرفضون هذا الكلام هذا المقطع نصل إليه لكي نتابع إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة جوابا على هذا الكلام وإذا قيل لهم يقل الكافرين والمشركين والمتشككين والملحنين رغم كل هذه الآيات البينات الدل على وجود الله في البحار وفي الأفلاك وفي الأراضي إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الجواب أنهم يرفضون ويتشبرون ويقولون بأن القرآن أساطير الأولين وهذا كلام قديم وبذلك دائما يبقى التعنت فنسأل الله تعالى الواحد الأحد أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عبادي الراشدين وأن يبعتنا مع سيدنا محمد هذه الآيات كتنموجهة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتبت إيمانه أولا لأن الرسول المبلغ ثم لصحابته من الأوائل ما كان هناك أسر ومهاشرين في هذه الفترة المكية كان فقط الصحابة الأوائل وأيضا لكل المسلمين في كل مكان لكي يتبت الله الإيمان في القلوب فصلى الله على سيدنا النبي صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله